جزيلا نقد رياضي أستاذ عبدالعزيز أبو حمر معانا على التليفون الفنانة يعني أنا أقول عليها مغربية بس هي مصرية كمان الفنانة جنات أهلا وسهلا بيك يا جنات أهلا يا لوبنا أهلا أهلا حبتي الحمد لله وحشانة كتير وانت كمان مبروك علينا كلنا الإنجاز العظيم ده التاريخ اللي الواحد بقى مسأدري يسدتة اللي بيحصل في كأس العالم الحمد لله يا رب بصي حوصي إحنا البنات والستات مبقاش ليهم قوي في الكورة بس لما يبقى المنتخب البلد بيلعب بنفهم وقاعدين بقى ليه في الكورة مش كده بقيت بقى فهم في الكورة وبقيت بحب في الكورة كنت يمتابعة كل ماتش للمغرب صح؟ لا بقيت متابعة كل الماتشات لإني بقى يعني بشوف بشوف مين اللي هنقابل للفرقة آه ده أنت مكملة بقى بتشوفي كل الدنيا يعني أيوة خلاص من أول إنجاز عمله المنتخب المغربي طبعا بالسعادل مع كرواتيا كان ايه؟ بالنسبة لنا حاجة بداتنا أمل كبير بعديها بتديت ايه؟ آه يعني أتابع كل المباريات وأشوف بقى هنعمل ايه؟ الله الله استاني بس إيه الحاجات الحلوة اللي حواليكي والأصوات الحلوة دي؟ أيوة أيوة لأ نعلي الصوت أنا عايز أسمع كل مغرب اللي حوالي ومصريين برس بيغنوا للمغرب السليمية في الوقت أنا تفضل في الوقت المناسب على فكرة بقى آه يعني الوقت اللي لسه كسبانين وآخر دقائق دي كانت صعبة قوي 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 يعني أنا كنت هموت آخر دقائق لو كانت البرتغاز جابت هدف كنت هموت يعني لا بعد الشر على قد ما الرجالة تعبت وعملت اللي عليها لغات آخر سخة بالمغرب الحمد لله شرفنا وعمل إنجاز تريف كبير جدا لكل العرب وانساء الله ناخد كأس العالم بإذن الله إن شاء الله ده غاية مغربية ولا مصرية ولا تين على بعض ولا ايه؟ آه 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 أيوة كل المغرب اللي عندي بالبيت على فكرة إحنا فرحتنا اللي إحنا فرحت كل إنتوا اللي إحنا سمعينها دلوقتي مفرحانة إحنا أصلا كل المصريين وكل العرب فرحانين بمنتخب المغرب أجيب طبعا ده اللي حلو في كأس العالم إنه هو واحد كل الحقوب العربية واحد الشعوب صحيح آه حقيقة ما كناش نعرف إن إحنا يعني متربطين بالشكل دا يعني الحمد لله لا طبعا يا رب تكمل على خير وإن شاء الله كأس العالم من سنة يكون مغربي عربي بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب بقولي لي يا جنات بقى يعني كل ماتش وماتش النهاردة يعني لازم اللمة الحلوة دي وإحنا بنتابع الماتش ولا لوحدك كل ماتش يعني ألا كل ماتش نبقى فيه لمة يعني النهاردة فيه لمة شوية كبيرة طبعا على قد الحدث يعني طبعا قبليها كان أول ماتش كنت أنا وماما بس بعدها أنا وجوزي واخو يجي من المغرب ومش عارفيه بعد كده صحابي لا النهاردة بقى إحنا مجموعة كبيرة أول عمد لله يا رب دا يمنع على خير طب قولي لي بقى بأن انت بقى خلاص بقتي خبيرة شوية ومتابعة كل الماتشات انت عارفة أن في ماتش النهاردة الساعة تسعة إنجلترا وفرنسا أيوة فرنسا وبريطانيا صح أيوة صح وهيحصل إيه بعدها بعديها نسب النهائي بقى أيوة اللي هيكسب منهم هيقبل المغرب آه بالضبط كده يعني قبل بريطانيا يا فرنسا يا سألت بقى جوزك اللي حواليكي مين الأحسن نقابل انجلترا ولا فرنسا ولا لأ هو جوزي بيقولي اللي اتنين دي انتوا ايه دي انتوا ايه دي انتوا ايه دي انتوا اتنين صعبين انا بالنسبة لك نفسيا يعني ممكن بريطانيا فهمتي دي انت بريطانيا الأسهل آه آه يعني طول ما الأداء بالشكل ده والروح دي والقوة دي بسم الله ما شاء الله نكمل عليها ومع المباراة اللي جاية ان شاء الله ربنا يكتب لهم الفوز وحتى لو لا قدر الله بس دايما احنا بنبقى حسين باللي قدامنا لما بيلعب بقلب وبروح وبيبزل كل اللي عنده بنبقى بنشجغة حتى اخر اللحظة ولو ما حصلش بنشد على ايده برضو نكتر خيرك الأداء كان كويس ايوة طبعا يعني اكبر تحية للعيبة بتاعت المنتخب المغربي والمدرب واليد الرجراجي حاجة عظيمة جدا مشرفة جدا وكلنا بنحييهم وبنقولهم انتوا عمل طول عليكم وزيادة واحنا يعني طموحنا كبر عشان روحكم والكتلية ولعبكم الاشترافي الجامد جدا اللي خلانا ايه نطمع ونحس ان احنا فعلا بننافس بقوة الحمد لله الحمد لله قبل ما قفل انا عايزة اسمح حاجة بصوت جنات دلوقتي لمنتخب المغرب حيهو مبروك علينا هاد بداية مازال مازال حيهو مبروك علينا هاد بداية ومازال مازال ان شاء الله باذن الله يا رب الف الف مبروك وبشكر شكرا جزيلا للمطربة الجميلة الفنانة الجميلة جنات وكل الشكر للمتخب المغربي والتشجيع العربي وان شاء الله يكملوا على خير المشوار باذن الله وكل التوفيق باذن الله يا رب شكرا